طبعاً أكيد منتخب مصر مع بداية تصفيرات المونديال بنخش في فكرة المجموعة سهلة أو مستهلة أنا شوف أن القائمة يعني خلاص هو الراجل مستقر على مجموعة بس يا فكرة أن الاهتمام حرارك أنا شفتك وانت بتتكلم مع كانت أحمد عادل قلت كده ما مهمة جداً الاهتمام بمقراب مصر والتونس كانت سيئة جداً أنا المنظر ده بصراحة كريم مش هتشاه أنا معاك جداً أنا معاك جداً والله عايز ولا حاجة يعني الموضوع ده محتاج محتاج بحث ومحتاج تحقيق ومحتاج حياة كثيرة جداً إيه 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 إحنا ليه وصلنا للمرحلة دي يعني ليه وصلنا احنا ليه الحتة دي أعتقد يعني منتخب مصر اللعيبة محتاجة أن هي من بداية التصفيات رغبة ألا فوجة نظر المجموعة بصراحة سهلة جداً أكيد أفضل من سنوات ماضية يعني نظام التصفيات نفسه كان مختلف وكان بيبقى صعب ممكن ساعات كنت تلعب مجموعات وبعد المجموعات تلعب مطش دول الهم والقوي زي ما عملنا مع منتخب غانا وعملنا قبل كده برضو مع منتخبات والجزائر قبل كده برضو فأنا بشوف أن المرة دي هي سهلة والمجموعة بكل أمانة قائمة مصر يا كابتاستان المرة دي قائمة قوية جداً الأسماء اللي موجودة بصراحة أسماء قوية جداً وكمان في كذا لعيب عندك في الوقت الحالي محترف بيمروا بحالة ممتازة جداً على وجه التحديد محمد صلاح وعمر مرموش النهار دي عمر مرموش ومصطفى برد ومصطفى طبعاً بس يعني عمر بصراحة الفترة دي متقلق جداً نهار رجحهم مغلوبين 2-0 رجحهم بقى الاتنين أسست فمحمد صلاح طبعاً بيواصل أداء المميز مع نادي ليفربول والنهار طبعاً أكيد كل محبيين ليفربول مبسوطين بتعادل الستي مع تشيلسي لأن ليفربول بيقرب من الصدارة والليفربول السنادي بيلعب موسم مميز فمحمد صلاح برضو في حالة بدنية وحالة فنية ممتازة جداً نضيف على كده برضو اللاعبين المحليين القادمين من النادي الأهلي أكيد طبعاً في موك الأهلي يكون في الدوري مش في أفضل شيء لكن اللعيبة نفسها أكيد في آخر سنتين اللعيبة ممتازة القائمة دي قائمة بصراحة من أقوى القائم اللي موك يكون شفتها من بعد منتخب الكابتن حسن شحايت فمهم جداً في الموحلة دي البداية صحيح الانطلاق أنت عندك مباراتين مباراتهم ومبارات قوي قدرت تاخد فيهم ست نقاط في وجهة نظري بتخليك طبعاً يعني بتشمعيك ضغطات كتيرة وأعتقد المجموعة يعني خلاص النهاردة حدخلنا المونديال بقى تسعة فرق ونص من أفريقيا فأعتقد الموضوع بقى أعتقد أسهل من قبل كده وأعتقد بصراحة روي فيتوريا بقى له فترة شغال على مجموعة هو بس أزمته في فكرة طريقة اللعب لأن تاني بكل أمانة منتخب مصر بتبني التاكتك بتاعه بيتبني على اسم محمد صلاح فأنت محتاج أنك توظف محمد صلاح بطريقة لا تعيق الشق الدفاعي لمنتخب مصر برضو عشان نكون صراحين الدور الدفاعي لمحمد صلاح مع ليفر بول هيكون مختلف تماماً 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 على الدور الدفاعي بتاعه مع منتخب مصر فأنت تحتاج دايماً لعب أن هو يقدي الدور الدفاعي في احتمالات أو في أوقات كتيرة محمد صلاح مش هيقديه فأنت مش عايز تلعب كأنك ناقص فأنا بشوف هي دي ربما النقطة الفنية اللي محتاج روي فيتوريان هو يحلها خصوصاً نحن خلاص وصلنا ليه بقى المباراة الرسمية وكمان نحن نزل نحط في الاعتبار أن نحن الأسماء اللعبة اللي معانا كويسة جداً بس التاكتب بتاعنا في آخر تجربة اللي شفناها في مباراة تونس ما كانتش أفضل شيء بس هو عملها في ماتش الجزائر عملها في ماتش الجزائر لعب أربعة أربعة أتنين وود أزيزه ناحية اليمين ومحمد صلاح تحت مصطفى محمد وكان مرموش ناحية الشمال وماتش الجزائر اللي هو الحتة التوظيف محمد صلاح المعضلة اللي نحن نتكلفها دي من أيام هيكتور كوبر أيام هيكتور كوبر لما كان حتى ساعتها كان مين بيستغل مين عمر ورد ساعتها وكان عمر ورد ساعتها يعني في أفضل ورد وحالاته فهي الفكرة هل أنت هتلعب بمحمد صلاح فول سناين أو هتلعب بمهاجم صريح مهاجم صريح بصراحة مستحيل في ظل وجود مرموش وصلاح محمد ومستحيل لما تلعب بمهاجم صريح فأنت مضطرنك هتلعب بيه جناح عيما السؤال هنا بقى حال هتحطه جناح عيما وترمي عليه واحد من السلسي في خط الوسط فوجة نظري يعني أكيد طبعا بكل أمان أو ماتش الجبوتي مش محتاج الديلامة الكبيرة أو الكيمياء الكبيرة من المباراة افترض أنها سهلة بس هو السؤال هنا إزاي أنت هتولف التوليفة الصحية حتى تاخد أنت عند وقت تطار تاخد ست نقط من الماتشين الجايين وتثبت التشكيل بتاعك اللي هيلعب كاس الأمم لأن الكاس الأمم بصراحة هيبقى أكيد اختبار شديد جدا 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 لروي فيتوري